الحاجز الصحي شنا هو هو أنه كامل ينبقى في ديورنا علش باش النقسم الاحتمالية أنه ينتشر الفيروس بسرعة علش كأنه نحن واحد نظام صحي اللي عندنا واحد فيه واحد عدد سرات الإنعاش محدود تقريبا ألف وسبعمائة سرية حسب الإحصائيات الأخيرة بالنسبة لهذا الفيروس يسبب مشاكل في جهاز التنفسي لأحد العدد من الناس اللي يمرضوا بهذا الفيروس يستوجب عليهم أنهم يدوزوا ليالي في مصلحة الإنعاش ونحن بسبب أنه لدينا واحد عدد سرات الإنعاش محدود إذا لم يكنهم مرضوا بثاف في درفية زمنية صغيرة في وقت صغير لا يستطيعون أن العدد الأسيرة المحدود يستوعبوه لذلك سيكون عدد لدينا من لا يستطيعون أن نعيشهم في وقت مناسب ويستطيعون أن يصلوا إلى المتعافة كبيرة لذلك هنا لن نفعل الحجر الصحي ونلتزموه في ديورنا نلتزموه بهذا الإجراءات الوقاية كاملين لا نسلموه بالدينة لا نسلموه بوجهنا نغسلوه بالدينة مزيان نتجنبوه الأمكان المزدحيمة من اللي نعطسوه ولي نكحوه ونخدموه لمشوار ولي نخدموه لكم مشوار اللي نرميه مرة واحدة بعد الاستعمال لذلك هنا نخفضه من سرعة لانتشار الفيروس وحتى النظام الصحي أو عدد الأسعار ديال الإنعاش يقدر يساير داك العدد اللي كي الناس اللي كيمردو داك العدد ديال المحدود الناس كيجيو كيدوز في الإنعاش كيبرة كيمشي عاد كيجي لأخر يعني كتكون واحدة سرعة اللي يقدر يسايرها النظام الصحي وحتى لبيك أو المنحانة التصاعدة ديال العدد المرضى ما كيكونش بشكل إكسبونانسيال كيتلعب بزاف دونك خاص نقصه يعني كيبقى الحجر الصحي هو الهدف هو الحل الوحيد اللي عندنا احنا يا بنسرتو بالنسبة للنظام الصحي اللي عندنا في المغرب كنشوفو بالنسبة للدول الأوروبية اللي عندها واحد نظام صحي اللي قوي وفعال وخاها كاك فرضو الحجر الصحي وفرضو ع المواطن ديالهم يبقوا في ديورهم دونك كيبقى احنايا نخصو نعطيوه المثال وهدي فرصة باش نبينو على الوعي والرقيد ديال الفكر ديالنا وأننا نديروه يدفيد مع المسؤولين ديال الصحة في بلادنا ونحاولو نجنبو هاد المحنة بأقل خسائر اشتركوا في القناة